كيف وصل المغرب من دولة؟ دولة كانت صغيرة في خارطة موازين القوى العالمية لا اقتصاديا لا عسكريا ولا سياسيا ودولة لها تاريخ صحيح لها مواقف لها محطات كانت مؤثرة فيها لكن في المشهد العالمي كان يعتبر دولة صغيرة حتى في منطقته ولم يكن له ذاك التقطير الاقتصادي والمالي للجيران وحتى بعض الدول الأخرى إلى دولة تقف ند بالند لأمريكا بهذا الخطاب الذي ذكرته في قمة دول تعاون الخليجي وكان الخطاب موجها لأمريكا بشكل مباشر ولأوباما حينها وحمل الملك مسؤولية أرنبيع العربي أو ما سماها الخريف العربي لأمريكا والغرب وحذر الدول العربية من التشتت ومن أن يجب أن تكون واحدة وموحدة إلى قطع العلاقات والتهديد بقطع العلاقات مع أمريكا على عاد إدارة أوباما دائما لما طالبت أمريكا بتوسيع صلاحيات المينورسو في منطقة الصحر التي تجمل مراقبة حقوق الإنسان ولما اعتبر البعض أن هذا حادث عارض فقط أعاد المغرب السيناريو وكرره مع فرنسا مع إسبانيا مع ألمانيا دون الحديث عن باقي الدول في المنطقة العربية والإفريقية وأصبح يطالب بشكل مواضح ومباشر بعلاقات متوازنة ند بالند ورابح رابح وأن لا تكون الدول النامية حديقة خلفية للدول الغربية والأجنبية وأعطى هذا نتيجة أن الفارق كان يمكن أن يأخذ المغرب هذا الموقف سياسيا ويقول لك أنا عاملني بالند ولكن لا تعطيك نتيجة يهمي الكوينساك ويخليك وانتهت القصة لكن اليوم مع كل هذه القوى العظمى التي شاهدناها كانت هذه السياسات مؤثرة مع أمريكا من دولة تدعو بمراقبة حقوق الإنسان في منطقة الصحرى إلى دولة تعترف بمغربية الصحرى وتدعم الحكم الذاتي ألمانيا نفس الشيء من دولة تكاد تعترف بالبوليزاريو وتعادل المغرب إلى اعتراف بالمغربية الصحرى والحكم الذاتي مع إسبانيا شفنا قصة أشبه بمسلسل من نقل رئيس البوليزاريو بهوية مزورة لأراضيها إلى الاعتراف بمغربية الصحرى بل والترافع على القضية المغربية في المحافل الدولية وآخرها مع فرنسا وكانت قبلها مع إيطاليا وغيرها ما الذي جعل ويجعل المغرب في هذا ربع القرن يتحول إلى هذا الليدرشيب وهذا القوى الإقليبية المؤثرة التي تجعل القوى العظمى مضطفة لأن تستجيب لما يريدها المغرب وأن تتعامل معه الند بالند أعتقد أن الأمر بسيط بالنسبة لي إذا وضعنا هذه المقاربة وعدنا إلى سنة 1999 هل كان بإمكان المغرب أن يكون ندا لند لفرنسا مثلا عاملة كما عاملة في سنة 2022 بنفس الخطب؟ لا أعتقد لأن الوضع جيوسياسي بالنسبة للمغرب سنة 1999 ليس هو في سنة 2024 وهذا هو الختلاف وهذا الاختلاف الذي وصلناه اليوم في 2024 هو ما صار خلال ربع قرن تم الاشتغال عليه عدة سنوات كيف تحقق ذلك؟ هذا بدأ مع بداية الألفية التالية بدأ التفكير فيه من خلال خلق توازن في العلاقات الدولية في نهاية الألفية الأولى الألفية التالية في سنة 1990 كان المغرب مرتبط بشكل كبير بفرنسا وأمريكا وكان يستحيل على المغرب أن يكون الخطاب متشد اتجاه هاتين الدولتين في ذلك الإبان لكنه تفطن إلى ذلك مع بداية حكم الملك محمد السادس ونوع الشراكات لأنه كان مثلا روسيا والصين محسوبة على حلفاء الجزائر ولم يعد الأمر كذلك اليوم إطلاقا إذا اليوم خارج صفقة السلاح إذا استثننا صفقة السلاح المغرب شريك اقتصادي بالنسبة للصين وروسيا أكثر منه للجزائر بالأرقام كيف تأتى ذلك؟ تأتى من خلال الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا إلى الصين إلى الهند هذه القوى القوية في آسيا والتي تعتبر التي بإمكانها أن تأخذ الموازين القوى العالمية مع أمريكا وأوروبا حتى لا تختل هذه الموازين تفطن إلى ذلك ذهب إلى الصين وقد كسب المغرب على الأقل حياد الصين وهذا شيء مهم ومهم جدا بالإضافة إلى تفعيل شراكات اقتصادية جاءت من الصين اليوم رقم مهم في المبادلات في الاستثمارات الخارجية المغرب كيف هناك خلال جائحة كورونا؟ لقاحات واجتيارها المغرب كالشرك الأول في إفريقيا؟ ولكن بالنسبة للاستثمارات البنيوية النموذج الجيد هو ما يقع في شمال المغرب بما يصطلع بالمدينة التقنية الطنجة التي هي استثمار صيني خالص وليس فقط بطنجة لكن كذلك بالجنوب المملكة هناك استثمارات في بطاريات السيارات ومشاريع مستقبلية مع الصين بشكل كبير روسيا كذلك مشامع المغرب كمستورد لصادرات مغربية وخصصة في المنتوجات الفلاحية ولكن كسب حيادها على الأقل في قضية الصحراء ونحن نلاحظ أنه لا الصين ولا روسيا لم تستعمل قط حق الفيتو في مجلس الأمن التي كانت في قرارات في صالح المملكة المغربية على الأقل كنا نكسب حيادهم بالامتناء وهذا في صالح المغرب والهند قوة قوية والصائدة بالمنطقة كسبها المغرب اقتصاديا من خلال شراكاتها عمل مكتب الشريف في فوسفاة نعرف الهند مليار ونصف للسكان يعني الأولوية الأولى هي الأمن الغذائي الأمن الغذائي يمر عبر الفوسفاة والأسمدة يعني الوسيب وهي اليوم الشريك الأول بالنسبة للوسيب وعنده مرتباط قوي بالمغرب من خلال الفوسفاة والأسمدة بالتالي خلقنا هذا التنوع في الشراكات مهم مشينا ليس فقط في هذا مشينا الأمريكا اللاتينية أمريكا اللاتينية شن هي القوة الاقتصادية الأولى في أمريكا اللاتينية هي البرازيل البرازيل ظهرها كذلك الملك محمد السادس حسن العلاقة السياسية اللي أنا كانت شي بهمون عظيمة وجعلها كاينة وقائمة وعرفناهم بالقضايا الأساسية والمصيرية وعندهم موقف مشرف من هذا شي ولكن اقتصاديا صار بالنسبة لهم أول مزود لهم بالفوسفاة والأسمدة هو المملكة المغربية كذلك وعملنا معهم مشاريع اقتصادية مزدوجة خلال مشتقات الفوسفاة ها التنوع هذا ما جاء شوقك نتعلم أن نقول لك رازار الهند والصين والروسيا والبرازيل تطلب واحد السنوات واحد المجهول ديبلوماسي كبير اللي كتجي النتائج دياله على مدى متوسط والنتائج دياله هي اللي تنحصلها اليوم هي اللي جعلت من المملكة المغربية اليوم دولة محترمة في مختلف بقاء العالم محترمة بتاريخها ولكن محترمة كذلك بحاضرها واستقرار نظامها والكلمة المسموعة للمملكة المغربية تجاه شركاء اللي هم أصبحوا أساسيين في الموقع الدولي خاصة دول خالج العلاقة الخاصة ما بين المملكة المغربية ودول خالج تجعل أن المملكة المغربية تستمد منها قوة وعندما تسمع كل صريحات وبلاغات منظمة التعاون الخالجي في صالح مملكة المغربية تستشعر هذه القوة التي يجلبها المغرب من خلال حسن علاقته مع هذه الدول ترجمة نانسي قنقر